مرحبا برج الثور هذي قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة بشكل عام على الأمور الصعيد المالي الصحي العاطفي وأيضا الأخبار اللي أنت متوقع عنك تستلمها أو تنتظرها الطاقة عندك بشكل عام يا برج الثور هي أنك غير متأكد يعني أنت عندك كأن ما أنت قدمت على وظيفة أو عندك أشخاص موجودين معينين في حياتك غير متأكد بخصوص نواياهم عندك طاقة عدم التأكد فالتار اليوم قاعد يخبرك بحقائق الأمور ويساعدك أن أنت فعلا تتأكد وتكون واثق من إن شاء الله قراراتك في المستقبل أول شي عندنا بيج أوف سورت أو برينسس أوف سورت طاقة المراهق ليش؟ لأن أنت لحد الآن أشوفك غير واثق من الخطوة اللي راح تأخذه أو الإجراء اللي راح تأخذه بخصوص أشخاص معينين في حياتك في ناس صالهم فترة في حياتك من الماضي وجودهم مو صحي ما عاد يخدمك يعني موجودين لمجرد أنهم يرونك وجه ومن ثم يذهبون يتكلمون عنك وراء ظهرك أو إنهم يحاولون يخربون عليك بأي طريقة ممكنة هؤلاء الأشخاص هم اللي أسميهم العدو برداء الصديق يلبسون لك وموجودين حولك على أساس أنهم أصدقاء يريدون مصلحتك يسألون عنك بطريقة أنه فعلا هم مهتمين من أجلك ما الذي يحدث بخصوص مشروعك ما الذي يحدث بخصوص علاقتك ويأخذون كل أخبارك يأخذون منك كل تطوراتك الجديدة وآمالك بخصوص المستقبل يفشون أسرارك يتكلمون عنك وراء ظهرك ومن ثم إذا عندك أي شيء جيد قادم في المستقبل يحاولون أن يخربون عليك بأي طريقة ممكنة أنت لحد الآن احتمال هاي الأشخاص ما تعرف منهم أو مو متأكد بالضبط يعني ليش عندك طاقة الأسف الصغير لأنك لحد الآن لم تجد مكان الألم موضوع الألم لحد الآن لم تكتشف هاي الأشخاص ولكن احتمال في المستقبل أيضا رح تتكشف لك الحقائق أكثر في أكثر كل ما أنت خطيت خطوة زيادة في حياتك بخصوص مشاريعك بخصوص آمالك اللي رح تحقيقها إن شاء الله في المستقبل هؤلاء الأشخاص رح بالفعل تشوف وجههم الحقيقي فلا تخاف هذه طاقة اكتشاف كان في شيء مهم لازم تكتشفه من زمان ورح تكتشفه مع الوقت لا تدع هؤلاء الأشخاص أو هذا الشيء يبطئك أو يخيفك من أن تنتظر المستقبل المبهر ولكن نصيحة واحدة بسيطة إن كن حذر إلى من تفشي أسرارك في هاي الوقت إذا كنت مقبل على عمل قدمت على وظيفة قدمت على فيزة هجرة حصلت على عمل جديد بغض النظر احذر أنت قاعد تتشارك أخبارك مع من سقط هذا الواجب عليك تعمله لأن هاي الأشخاص أوتوماتيكلي في المستقبل رح ترى وجههم الحقيقي على الصعيد المالي أنت عندك ثلاث الخماسيات أرى إن احتمال في الفترة السابقة كان عندك بطوء سوري بطء في النمو العملي الوظيفة أو المشروع كنت غير متأكد إنه وين راح تتجه في المستقبل ولكن راح تلاحظ إنه بطالع راح يكون لك قبول جدا قوي في محيطك راح تبرز في محيطك راح تبرز إلى المجتمع الناس راح تبتدي تعرف اسمك ثلاث البنتيكلز دائما تتحدث عن قصتها إنه يعملون والناس تبدأ ترى نتائج عملهم الناس تبدأ هؤلاء الأشخاص يعملون الناس يبدأون إنه يمرون وفعلا ينتبهون إلى العمل الجيد الدقيق اللي يسوون هؤلاء الأشخاص فالناس راح تنتبه لك في هاي الوقت راح يبدأون يسألون عنك يطلبون لهم يتعاملون معاك كعملاء ككستمر ككستمر كتوظيف راح يكون لك جدا قبول كل اللي عليك تسوي إنه أنت فعلا تستغل هذا الشيء وتبرز نفسك بدل ما أن تكون جالس متملل أو متشائم فعلا اعمل لأن هاي الفترة وقت يصلط عليك الضوء فيه وإنت استحقه هو نتاج أعمالك في السابق فلا تخاف أو لا تكون يعني مثلا خجول أن الأضواء تصلط عليه في هاي الفترة إن صالك فترة طويلة ساكن وتنتظر هاي اللحظة اللي تبرز فيها واللي أنت استحقها احتمال أيضا أن تلتقي بشخص معين تكون لك شراكة جدا مثمرة على الصعيد العملي يعني فيه شخص رح يأخذ بيدك يعلمك أسرار هاي التجارة أسرار هاي العمل طريقة معينة عشان أن تأخذ حياتك إلى صعيد أفضل مادي نجاح أفضل رح يعلمك يعني أسرار المهنة أو أيضا احتمال أنه رح يدخل حياتك عن طريق البزنس العمل لأن تقوم فيه شخص يحبك أو شخص يبدأ اهتمام يبدأ إعجابه ما الذي سيحدث في المستقبل أتوقع لأنه هو عن طريق العمل رح يأخذ وقته يعني هاي الشخص رح يكون حذر لأنه التقاك عن طريق رسمي شوي فرح يكون حذر في التعبير عن مشاعره وإعجابه فيك ولكن أيضا احذر أن في عز ظهورك وفي عز انتباه الناس إليك أن أنت فقط عملك فقط ليست حياتك الشخصية حياتك الشخصية ملك لك أنت أنت فقط اللي تبرز حق المجتمع أعمالك حرفتك تجارتك خدماتك ما في مشكلة خلها تبرز وخلها تكون ظاهرة وبشكل عام للناس ولكن حياتك الشخصية دائما خل عليها قفل مثل ما أخبرتك هنا أخبارك الخاصة خطواتك القادمة لا تخبرها إلا فقط لشخص مقرب وشخص تعرف أنه لن يخبر أي أحد ثاني بأخبارك هاي جدا مهم لأنه أرى أن هاي الأشخاص لما ما ينفع أسلوبهم المعتاد معاك ويرون أنك ابتديت تبتجه نحو حياتك ونجاحاتك رح يبتدون يلبسون رداء آخر يتحولون من طاقة الشيطان إلى طاقة العشاق برج الجدي عندنا برج الجوزاء فرح يحاولون أيضا يتلونون مرة أخرى معاك ويبدون لك أيضا أنهما لا نازلين نواياهم طيبة هم كانوا أصلا من زمان يحبونك من فترة طويلة يحبونك يريدون أن يصبحون أصدقائك أو يصبحون معاك في علاقة أو ارتباط ولكن أحذر من نوايا هاي الأشخاص هاي الأشخاص هشوفهم من الماضي عندك وبعد ما يرونك أن أنت رح تبرز للمجتمع رح يحاولون يدخلون في حياتك وينتفعون من نجاحاتك وينتفعون من نجاحاتك فكن حذر هذه هي الرسالة لك على الصعيد الصحي عزيزي برج الثور عندك فارس الأكوة وعندك كرت العدالة وكرت برج الميزان أرى أنه عندك مشكلة بسيطة تحسس معين في العين أو حتى في سائر أعضائك في مشكلة بسيطة فيها شيء أما زائد أما ناقص مختل الميزان عندك احتمال عندك زيادة مياه في العين أو جفاف في العين أو شيء قريب من هذا الشيء فهي مشكلة بسيطة وعلاجها بسيط لكن التاري يخبرك أن أفحص وعالج المشكلة الآن دام النهية بسيطة قبل أن تصير كبيرة وصير علاجها مكلف أكثر والوقت يحتاجه أكثر يعني احتمال هاي المشكلة من النوع اللي إذا عالجتها الحين مجرد بقطرات تنتهي منها خلال فترة بسيطة ولكن إذا تركتها للوقت وأهملتها بسبب نشغالك بالحياة العملية أنها راح تكبر تكلفك شيء أكثر تكلفك شيء مثل العملية أو ليزر أو علاج جلسات فعالجها الآن مع أنها بسيطة وشكلها سخيف حتى لو كانت تحسس بسيطة عندك عالجها الآن قبل أن يكبر ويعطلك بعدين حياتك إذا كبر على الصعيد العاطفي أنت راح أشوفك عندك طاقة الإمبراطور وهي طاقة نارية طاقة برج الحمل أرى أنك راح تأخذ قرارات بشخص هاي الأشخاص راح تأخذ احتمال إجراءات ولكن لنت تكون واضحة يعني هاي الناس ما راح يعرفون أنك طلعتهم من حياتك ولكن أنت راح تأخذ هاي القرار بينك وبين نفسك لأنه ما في طاقة سيوف فأنت راح تكون صارم والتاري يخبرك أن أنت على حق أيضا بشأن راح تتضح لك الرأية في المستقبل مثل ما قلت لك فبشأن هؤلاء الأشخاص ما هي حقيقتهم ما هي نواياهم أنت راح تكون صح لا تسمح لهم أن يرجعون إليك ويحسسونك بالذنب يحسسونك أن أنت تندم يخلونك أن أنت تحس أن قصرت معاهم ظلمتهم خسرتهم أبدا كارت الإمبراطور هو الصح وهو عندك أنت فلا تسمح لأي مشاعر حتى لو كانت بسيطة من الندم أو الحنين لهؤلاء الأشخاص أبدا أنت على حق هاي اللي يخبرني فيه التارو وأي شيء يحاولون أي لعبة ثانية لأنا قلت لك راح يكون فيه تلون راح يكون فيه تمثيل من جانبهم احتمال مؤكد راح يكون فيه يحاولون يدخلون حياتك بأي شكل من الأشكال حتى لو كان بأي رداء ومن ثم راح تكون أيضا حركة نهائية أن يحاولون يستميلونك بها يحسسونك بالذنب أن أنت غلط في حقهم أن أنت ظلمت أبدا أنت على الصح وهذا مجرد تمثيل هاي الكارت طالعني وقعد أحس بقوة أنه مجرد تمثيلية أخرى من تمثيليات الأشخاص هذين اللي تعودوا على هاي الأسلوب بخصوص أي أخبار تتوقعها أو منتظرها في المستقبل إن كان قدمت على وظيفة تنتظر ترقية تنتظر موافقة على مشروع مشروع معين تمويل لمشروع معين بيزا هجرة أي شيء أنت انتظره كنت تنتظره في المستقبل احتمال أنك رح تقدم عليه في هاي الفترة ولكن التاري يخبرني أنه أنت شوي متششائم احتمال لأنك عندك طاقة السيف الصغير طاقة عدم المعرفة الكاملة ما عندك الصورة الكاملة ما رح عن هؤلاء الأشخاص هل فعلا راح يوافقون شنو راح تكون ردة فعلهم شنو راح تحصل على المشروع أو لن تحصل عليه تحصل على رغبتك أو لا انت غير وافق وغير عارف الشيء بالنسبة لك كأنه في الظلام لدينا الرد عليه ملكة الأكواب انت مو فقط راح تحصل على الموافقة انت راح تكون جدا موافق في هذا الشيء اللي انت كانت من فترة تحاول ان تسعى وراه ممكن يكون اي شيء بالنسبة لكن تسعى وراه من فترة طويلة في هاي الشهر بالذات التوقيت جدا مناسب انه انت تحصل على الموافقات والقبول من الناس موافقات قبول هاي اللي قاعدة اسمعها راح يكون راح يكون جدا مو بس فقط موافقة موافقة بصدر رحب يعني هاي الاشخاص راح يكونون جدا سعيدين انه يتعاملون معاك او يمنحونك ما ترغب فيه شهر جدا مليء بالتوافق لك يا برج الثور ولكن كون فقط حذر من نوايا الاشخاص اللي ما حيطين فيك راح اسحب لك كرت تبع النصيحة ومن ثم كرت تبع ما يجب ان تعرفه عن المستقبل احس ان هاي تلخيص لكل اللي قلتلك انت غير متأكد بخصوص اشخاص معينين موقف معين نواياهم تجاهك الترو يخبرك انه مو شرط الحين تقرر مشرط الحين تاخذ اجراء او قرار مصيري مع هؤلاء الاشخاص دع الوقت يثبت لك نواياهم لان وجوههم الحققية راح تبين لك مع الوقت راح تكتشف الشيء في النهاية فحاليا ركز على نفسك على الاشياء اللي انت مقبل عليها الاشياء العملية ركز عليها افضل من ان انت استغرق في التفكير بخصوص هؤلاء الاشخاص وايضا احتمال ان الامور تمشي معاك في المستقبل بسرعة كبيرة من ناحية القبول فلا تحس انك على عجلة خذ الامور براوية خذ الامور براوية عشان ما تحس ان انت تخذ اي قرار سريع او على عجلة راح اسحب لك كارت ايضا تبع ما يجب ان تعرفها عن المستقبل الشادو كوين بالضبط بالضبط عزيزي برج الثور انت الامبراطور اذا في اي حد يقدر يكتشف حقيقة نوايا ووجوه هؤلاء الاشخاص فهو انت فلا تحس انك على عجلة ان تأخذ قرار حاليا لان انت عندك امور اهم اتساروا يخبرني ان انت عندك امور اهم تضع فيها طاقتك وتوجه اليها تركيزك الحين هؤلاء الاشخاص كن فقط حذر بشكل عام خل حذرك بشكل عام اوكي وفي المستقبل ثق بنفسك ان انت راح تكون عندك مثل طاقة الامبراطور وتأخذ القرار الصعب لان هاي بالنسبة لشادو كوين يعني مثل الطاقة طاقة الظلام اذا في اي احد يقدر يكتشف طاقة الشيطان فهي طاقة الظلام راح تستطيع انك تحارب مثل ما نقول النار بالنار فلا دا حس انك على عجلة بالعكس خذ راحتك وخلك بارد ولكن في نفس الوقت كن حذر شكرا عزيزي برج الثور هادي كان